شوف معايا القصف العنيف لبرج الجلاء في غزة شوف المشهد المروع ده وتذكر معايا هذا الحديث من أصبح منكم آمنة في سربي معافا في جسده عند وقوط يومي فكأن ما حازت له الدنيا بأسرها شوف المشهد ده وحط نفسك مكانهم حط نفسك مكان أهل غزة تخيل نفسك بقى أنت فجأة بدون بيت بدون مية بدون كهرباء بدون إنترنت طبعا بدون أي حاجة ما أنتش عارف تروح فين ساعتها بس هتعرف المأساة اللي بيعيشها أهلنا في فلسطين طب إلا أنا أقدر أعمله إيه اللي بيدي أنا أعمله أنا قاعد في بيتنا في المغرب في مصر في الأردن في أي بلد عربي أعمل إيه تقدر تعمل حاجة بسيطة جدا إيه هي الحاجة دي أنا شفتها عند يوسف في قناته قناة مساحة الفيديو ده كان مبارح بيقول أن الممثل العالمي اللي اسمه هالك ده معروب اسم هالك هذا الممثل عمل عريضة لفرض عقوبات على إسرائيل أنا رحت للعريضة هذه هي تيجي هنا فوق تضغط على العربي هتقلب لك كل حاجة بالعربي هي دي العريضة لإنهاء دوامة العنف طالبه بفرض عقوبات الآن هنا العدد اللي عايزين نوصل له 2 مليون ونص خلاص قربنا على 2 مليون ونص إن شاء الله بعد الـ 2 مليون ونص ييجوا يبقى الهدف يكون 5 مليون هتلاقوا هنا تحت حالا الشباب من كل البلاد العربية بيوقعوا على هذه العريضة تيجي هنا اكتب الإيميل بتاعك واضغط على الإرسال وخلاص إذا انت شاركت دورك بقى فين كمان انت عملت ده بنفسك شاير اللينك هتلاقى الرابط هنا تحت هو ده موجود وأنا سيبه لك برضو في صندوق الوصف أو من خلال الفيسبوك أو تويتر أو من خلال الإيميل تقدر تعمل ده ده أقل القليل اللي انت تقدر تعمله وتشاير الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي وتشاير فيديو يوسف وتشاير فيديو دكتور عمر عبد الكافي اللي بيقول فيه هل من الأصلح أن يرى أطفالنا ما يحدث وبيتكلم بقى وبيقصل لهذه المسألة ده دورك اللي انت ممكن تعمله ده أقل القليل وطبعا ندعي لهم ليلة نهار في صلاطنا لعل الله يعني يزيل هذه الغمة إن شاء الله النصر القريب دعوتكم بظاهر الغيب لكل اللي مات والأهلنا في فلسطين أهلنا في غزة وأهلنا في الضفة الغربية ومن ننساش أن دي مسألة عقيدة ده لنا حبيت أقوله فيديو قصير حبيت بس أشارك معكم هذه العريضة وقعوا يا شباب على هذه العريضة وشيروها ده لنا حبيت أقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا لا إلا أنت أستغفرك وتبقوا ليك شكرا لكم ولا تنسوا أن نسب الناس ومن يعني عن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته